وعلى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب وصلنا فإن نوى ولبه صحيح فإذا نوى ولبه طيب تكلمنا في المرة الماضية عن الإحرام وما يتعلق به قال المصنف رحم الله ونفعنا بعلمه أجمعين فإذا نوى ولبه فقد أحرم هذا تكلمنا عنه في المرمى لأنه أتى بالنية والذكر والإحرام يشتمل على نية وذكر كما في الصلاة فيدخل في الإحرام فليتق الرفث والفسوق والجدال الآن هذا يتكلمنا عن محظورات الإحرام يعني من أحرم عليه أن يبتعد عن هذه الأشياء ما هي أول شيء قال الرفث وهنا قال الرفث الجماع بين الرجل وزوجته ودواعيه دواعي الجماع فليتق الرفث والفسوق المعاصي يبتعد عن جميع المعاصي الجدال أي نزاح بينه وبين غيره حتى قالوا يعني أن يجادل صاحب السيارة يعني تريد أن تركب مع صاحب السيارة بكم الأجر وكذا وكذا يعني هذا الجدال كله يتركه آه فليتق الرفث والفسوق والجدال لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمراد النهي عن هذه الأشياء نقلا وإجماعا فالرفث يعني حصل إجماع من الأمة على هذه الأشياء وأيضا يوجد روايات حديثية وكذا وقرآن أمامنا يدل على ذاته فالرفث الجماع وقيل دواع الجماع وقيل ذكر الجماع بحضرة النساء وقيل الكلام القبيح هذا كل تفسير لإيش الرفث المشهور أنه الجماع ودواعه والله أعلم والفسوق المعاصي وهي حرام وفي الإحرام أشد والجدال المخاصمة مع الرفيق والجمال الجمال مقصود فيه صاحب السيارة صاحب الباص يعني هؤلاء يعني الذي تركب معه لأنه عادة يحصل نزاع معهم يعني عادة أخلاقهم لا تكون جيدة وغيرها جمي نقرأ ثم نرجع للهامش قال ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين كل هذه الأشياء لا يقوم إيش بلبسها ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا قباء ولا خفين القميص معروف ممكن أقرب شيء أخوتي وأخواتي اللباس الباكستاني هذا الذي يكون إلى الركبة هكذا يقولون كأنه يشبه السروال معروف ما يعني يلبس عادة تحت الثوب يعني والبنطال يدخل فيه العمامة سواء عمامة حقيقية وهي ما يكون عليها لفافة أو مجرد طاقية اللي هي القلنسوة القباء اللي هي العباءة والله أعلم وأمثالها و الخفين يعني شيء يلبس في الرجلين حذاء الآن كل هذه الأشياء بالنسبة للرجل لا تلبس لا تفعل لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء فإن لم يجد إزارا فتق سراويله فاتزر بها يعني لا يبقى السروال على الهيئة المعتادة وإنما يجعله كقطعة قماش يلفه وإن لم يجد رداءا شق قميصه فارتدى به وإن لم يجد نعلين يقطع الخفين أسفل الكعبين والخفين أسفل الكعبين نريد أن ننتبه يوجد عندنا كعب في الصلاة وهو هذه الرمانة هنا هذا كعب إيش للوضوء علينا أن نغسله الآن كعب الحج هو هذا المكان نرجل مكان الربط ربط شراك النعل فنريد عندما يقطع يكشف هذا المكان إذا غطي في مذهبنا هذا المكان للرجل في الحج يكون ارتكب جناية فيها دم وكذا على التفصيل يعني نحن في مذهبنا يلبس النعل النعل اللي هو يكون عليه في الأعلى قطعة هكذا وقطعة هكذا نحن في الأردن مثلا نسميه زنوبة مجرد يعني عند الإصبع الكبير يوجد قطعة تمسك هذا وقطعة تمسك هكذا بحيث نريد دائما ينتشف هذا المكان قال الله لي الصابرين الله لي الصابرين وإن لم يجد نعلين يقطع الخفين أسفل الكعبي لأن هذه الأشياء تخرج عن لبس المخيط نحن هنا أن نلبس مخيط وهذه الأشياء القميص والعمامة والسراويل كلها مخيط وهو الذي يقدر عليه والتكليف بحسب الطاقة وقد قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إلا أن لا يجد النعلين فيقطع الخفين أسفلنا الكعبين يعني شخص لا يجد عنده مال فيقبل منه فيقبل منه هذا يعني أن يقطع عن علي وإن ألقى على كتفيه قباء جاز ما لم يدخل يديه في كميه لأنه حامل لا لابس يعني هذه مسألة نحن هنا عن لبس المخيط المخيط هو ما يلبس عادة المخيط مقصود فيه ما يلبس عادة فعادة عندما الملابس كلها التي نلبسه مخيطة حتى أصبح كم حتى أصبح بهذه الهيئة وبدون ذلك يعني بدون خيط لا تصبح بالهيئة التي نريد فكني بالمخيط عن ما يلبس عادة فإن لبشت مخيطا لكن لم ألبسه على الهيئة المعتادة فأنا وضعت هذا الجوكيت فقط على كتفية ولم أدخل يدي فيه فالآن لا أعد لابس مخيط لأنه شرطه أن يلبس على الهيئة المعتادة طيب انتهينا قال ولا يحلق شيئا من شعر رأسه وجسده لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولأن فيه إزالة الشعث وقد قال صلى الله عليه وسلم الحاج الشعث التفل لأنه ولا يحلق شيئا بعد الإحرام ممنوع أن يزيل شيئا من شعر جسده وللاحظوا الحديث الحاج الشعث التفل مرة ما ذكرناه الشعث الانتشار ومراد انتشار شعر الحاج فلا يجمع بالتسريح يعني أنت لا تضع المشط في رأسك فيصبح شعرك متطاير والدهن والتغطية ونحوه والتفل بالسكون الرائحة الكريهة لأنه ويمشي ويسير فيصبح له رائحة وشعره متشتت هكذا والتفل الذي ترك استعمال الطيب فيكره رائحته والمحرم هكذا فهو يقول يعني ليس أن الإسلام يحبذ الشعث التفل لكن أنت لشدة إقبالك على الله وتركك لترفقات الدنيا أصبحت بهذه الهيئة هذه الهيئة قال ولا يلبس ثوبا معصفرا ونحوه عادة الثوب إذا كان معصفر معصفر يكون وضع في الزعفران كأنه فيكون له رائحة يعني لو كان ثوب فقط أصفر صار موضوع آخر بس الثوبة الأصفر تعرفون للرجل منه عن لبسه أصلا يعني بس هنا أيضا مش لأخرى أنه الثوب هذا بالعصفر أصبح له رائحة وأنت ممنوع أن تلبس ثوبا مطيبا لأنه طيب حتى لو كان غسيلا لا تفوق رائحته لا بأس به وهذا يعني لو كان قطعة يعني لأنه متى يكون أنت معصفر ممنوع إذا كان كل ثيابك أما لو كان فقط الإزار أو الرداء يعني صار جائزا هين تهينا من هذا ولا يغطي رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه يجب أن تكون رأس الرجل إيش مكشوفة ولا وجهه بطريق الأولى لأنه ولأنه لما حرم على المرأة تغطية الوجه المرأة في الحج أصبح إحرامها في وجهها وبالتالي لا يجوز لها أن تغطيه فمن باب أولى الرجل أن لا يغطيه وفي تشفه فتنة كان الرجل بالطريق الأولى قال ولا يتطيب رأيتم هاي كلها من المحذورات الطيب ممنوع أن يستخدم الرجل قبل الإحرام يسن له أن يستخدم بعد أن أحرم أصبح لا يجوز ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطم الخطم أيضا نوع طيب يعني نبات يستخدم في الغسل الرأس ويعطي رائحة طيبة ولا يدهن الدهن للقليمات المختلفة لا يستخدم حتى الزيت الزيت الآن ممكن ما تكلمه في الأسفل مشروحة لا أعرف الزيت نفرق فيه هل استخدمه للدواء أو استخدمه للتطيب إن استخدمه للدواء جازة يعني الزيت فيه تفصيل وانا استخدمه للتطيب لا ارتكب جناية انتبهوا للزيت الزيت فيه تفصيل عادة لأن في ذاك كله إزالة الشعر قال ولا يقتل صيد البر ولا يشير إليه يمكن ولا يقتله صح أفضل أعطي نهاية ولا يقتله أفضل ولا يقتله تفضل ولا يقتل صيد البر ولا يشير إليه ولا يدل عليه لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ولما روي أن أبا قتاد صاد حمار وحش وهو حلال وأصحابه محرمون فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله فقال هل أشرتم هل دللتم قالوا لا قال إذن فكلوا ولأن الإشارة والدلالة في معنى القتل لما فيه من إزالة الأمن عن الصيد فيتناوله النصر كالردء والمعين في قتل بني آدم ستأتينا شرحا الآن إذن من المحذورات أيضا أن لا تصيد ولا تشير للصيد ولا تدل عليه الإشارة قالوا للحاضر أشرته والدلالة على الغائب تقول بعد السيارة يوجد أغنب والإشارة لا تتكلم فقط تشير فسواء تكلمت بلسانك أو أشرت كله ممنوع وهي أمامكم الحديث صريح هل أشرتم هل دللتم يوجد يعني بأرخار قريبة من ذلك هينتهينا من هذا فالدلالة الآن قال كالردء هذا الردء اللي هو الجيش الثاني الجيش الآخر يعني جيش يقاتل في أرض العدو فيأتي جيش آخر ويساعده إذا الجيش الثاني استطاع أن يدخل أرض العدو قبل أن يخرج الجيش الأول يتشارك جميعا في الغنيمة العين الجاسوس مع أنه لم يقاتل مع ذلك له نصيب المقاتل لذلك قال كالردء والمعين في قتل بني آدم يعني الردء والمعين هم لم يقاتلوا ومع ذلك كان لهم نصيب في الغنيمة كالمقاتل لأن لفعلهم أثر وهنا في الإشارة والدلالة أيضا ماذا أثر قال ولا قال ولا القمل يعني لو أصيب بهذا البلاء وأصبح في رأسه قملا الآن لا يقتله لا يقتله اعتبر قتله من إزالة التفل ومن الترفق وسيأتينا يعني فيما بعد طبعا هذا ورد فيه حتى حديث البخاري حديث كعب بن عجرة إنه أصبحت هوام الرأس تنزل من رأسه إلى وجهه فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى وقال أتؤذيك هوامك قال بلى فسكت النبي سكت ولم يفته قال له حتى نزل القرآن وأوجب عليه اللي هي صيام ثلاثة هذا نسميه الآن بسبب يعني صيام ثلاثة أيام أو تصدق على ستة مساكين أو ذبحشة فمن ارتكب جناية بعذر كان حكمه هكذا اللي هي حصل في موضوع القمر نفسه قال ويجوز له قتل البراغيث والبق والذباب والحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحدأة وسائر السباع إذا صالت عليه طيب مين يفرقلي ليش في القمر قلنا لا يجوز وعليه جناية والبراغيث والبق يجوز فهمناها مين طيب والأشياء الأخرى لماذا يجوز ترفق كيفة وهذا يؤذي يعني هاي في النتيجة شيء يؤذي وهذا شيء يؤذي هاي متى ايش اختي اه دكتور ضررهم اكبر البق والحية والعقرب امان وين غايبة اه فكرت تخلص تركت الدراسة لا يا دكتور والله بصال عندي ظروف معلش اه باي ما اكثر الظروف والكياس طيب احكي بنتي ضررهم اكبر يا دكتور عالعك القمل والله مش مصيبة بايما البراغيث بتعمله هيك انتهت القصة معقول اه الله لا يبليكي القمل عادة بحلقه الشعار وبستخدموله دواء وقصة ايش رأيتم واعتبر القمل من التفت واعتبر من ازالة الترفق بس كيف انا هذا بدي افهمه معكم كيف بينما البراغيث تأتي من الخارج بيقول القمل عبارة عن بويضات يعني وبويضات يصبح لها يعني يعني نمو في الرأس بسبب اوساخ اصلا عنده وتكون كأنها بويضات في الهواء ما شبه ذلك فément�orrow فتجد بيئة وسخ جيدة أصبح فيها اصبح vue أوساخ موجودة اصلا في رأسه وكأنها خرجت يجات من الخارج بويضات يعني فقست يعني وخرجت بس لانها اصلا حصلت تفقيس في وسخ رأسه وخرجت وانتشرت اعتبرت كأنها منه وبالتالي بإزالتها هو يترفق ويزيل اكتفات ويصبح نظيف مئة بالمئة بخلاف البراغيث والبق شيء يأتي من الخارج وماذا يفعل به يمكن أن تقتله مع السلامة ليس شيء يعني باضى وتكاثر فيك أو على رأسك فهمناها ما شخاتي اعتبر القفل من الشعت دكتور نعم نتفل الشعت لأنه يكون أصلا عراق وكذا وكذا فوجدت بيئة يعني وسخة جيدة فأصبحت البويضات هذه تتكاثر عرفتي كأنها خرجت منه فهمناها كأنها طيب أما البراغيث والبقفل لأنها ليست بصيد ولا متولدة منه فليس قتلها إزالة الشعت وتبدأ بالأذى هي تأتي من الخارج وليست صيد وكذاك النمل والقراد لما ذكرنا القراد نفس الشيء يأخذ الدم مثل البق والبراغيث يعني يأتي من الخارج ويأخذ إيش الدم فيجوز قتلها أما الحية والعقرب والفأر والذئب يعني هاي أشياء قبل قل البق والذباب أنها شيء تؤذي وتأتي من الخارج وليست بصيد أن نحن الصيد منعنا أن نقتله بسية ليست بصيد فجاز قتلها وأما الحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحدأة لقوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب إيش والكلب العقرب هذه خمسة تقتل في الحل إيش تقتل في الحل والحرم تهينا خمسة تقتل في الحل إيش نعم الغراب لا يقضي الغراب لا يقضي ورد الحديث والغراب يعني انظر هاي الكلب رأيت بس قبلها الحدأة طائر لكن الحدأة هنا يقصد به الغراب الأبقع الذي أكل جيف وليس غراب الصيد لا غراب الذي يشبه الحمام الذي يؤكل فهو حاله أصبح وهو الحدأة سواء يعني وهذا كله يعني ورد في الأحاديث في الحل والحرم الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي بعض رويات الغراب انظر وذكر كم عن الكلب العقور الكلب المؤذي يعني ليس مدرب أختي ليس مدرب يعني وذكر في بعض الروايات الذئب قالوا وهو المراد بالكلب العقور إذ هو في معناه والغراب هو الذي يأكل جيف ولأن هذه الأشياء تبدأ بالأذى تبدأ بالأذى بس انظروا يعني هذا كله ورد في الأحاديث معنى هي في حقيقتها صيد يعني لكن لما كانت تؤذي وتؤذي الآخرين جاز إيخ قتلها وأما السباع السباع الآن ما عدا السباع إذا هو هجم عليك هجم عليك معنى صالة فأنت الآن مضطر لأن تدافع عن نفسك بس إذا إذا هو لا يهجم عليك لا يجوز لك أن تقتله فلأنه لما أذن الشرع في قتل الخمس الفواسق لاحتمال أذى فلأن يأذن في قتل ما تحقق منه الأذى حقيقة بنش هجم عليك هاي مرة معنا هذه الأشياء رأيتم أخذنا أخذنا من الحديث وأثبتناها وحقيقة كأنهم وجدناهم تعاملوا مع العل فيه أنما كان مؤذيا يعني كان مؤذيا أو تحقق بالأذى جاز قتله عندما قالوا إذا صال وهجم إيش عليك لم يتركوه جيد وأما السباء انتهينا قال ولا يكسر بيض الصيد لأنه أصل الصيد يعتبر جناية وسيأتينا في باب الجنايات ماذا يلزم بكسر بيض الصيد الآن فقط يذكرها مطلقا لا 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 يفعل ثم فيما بعد يأتينا تفصيل كل واحدة ماذا يلزم فيها ولا يقطع شجر الحرم للحديث لأنه محظور عن الحلال عن الحلال معناه عن محظور أن تقطع الشجر يعني في المناطق الحلال التي ليست بحرم لماذا تقطع الشجر ما الفائدة فمن باب أولى أن لا يقطع في الحرم أو ممكن الشخص نحملها ولأنه محظور على الحلال يعني محظور على الحلال أن يقطع الشجر في الحرم فمن باب أولى أن أيضا محظور على المحرم موافق ممكن وهو أولى في المعنى قال ويجوز له صيد السمك لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وبالتالي السمك جازة ويجوز له ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي هذه ليست بصيد وبالتالي يجوز له أن يذبحها لأنها ليست بصيود لإمكان أخذها من غير معالجة لكونها غير متوحشة قال ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام لأنه يحتاج إلى الاغتسال للجنابة وغيرها وقد اغتسل عمر رضي الله عنه وهو محرم جميل يجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام ما فيها إشي يعني ليس مأمور بأن يبقى وسخ بس ممنوع أن يقص ضفران يحلق شعران عرفتم أشياء معينة قال ويستضل بالبيت والمحمل يعني هذه أشياء تباح له لأنه لا يصل إلى رأسه الآن يعني إش عندما تستضل لا نريد أن تضع طقية على رأسك شيء لو سمحت مرتفع هكذا فلا يتغطى وقد ضرب العثمان رضي الله الفسطات وهو محرم ويشد أو ويشد في وسطه الهميان اللي هو حزام النفقة نحن في مذهبنا لا يمنى كأنه عند غيرنا في نقاش في كلام في المنى نحن لا يمنى ولو كان مخيطا لا يضر عندنا يعني سواء حزام النفقة مخيط أو غير مخيط لا يضر يجوز له حاجة به لأنه ليس بلبس وهو يحتاج إليه لحفظ النفقة ويقاتل عدوه يعني وهو محرم يجوز له أن يقاتل العدو لما تقدم ويكسر من التلبية عقيب الصلوات وكل ما على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار نحن قلنا التلبية عند الإحرام هناك لابد منها شرط مرة واحدة ليتحقق منه الإحرام ثم تكرارها سنأة فالآن متى يقولها يعطانا الأوقات يكثر منها قدر استطاعتي فيقول إذا على شرف هبط وادي لا فيكبرون لبيت اللهم لبيت دائما يفعلون هذا الشيء فرأيتم الآن أخبرنا عموما ما هي المحظورات وما هي المباحات بعد أن بعد أن أحرم فقط عموما هكذا مر معنا يعني ذكرها لنا على سبيل العموم في ذاك ما هو سؤالك السؤال يعني لماذا فرق القرآن بين سيد البر و سيد البحر بحيث منع من سيد البر وأباح سيد البحر للضرورة بينهما لأنه في البر يمكن أن تجد طعاما غيرها لسيد البحر أما إذا كنت في سفينة في البحر فممكن أن لا تجد طعاما إلا إيش إلا السمك يعني فهو آخر شيء نص موجود يعني فنحن نقول في الفرق بينه موجود الضرورة والله أعلام طيب لو سمحتم هيك مرينا على المحظورات عموما بس هاي كلها سترجع معنا بالتفصيل عند الكلام عن الجنايات أريد أن ترجع إلى صفحة لو سمحتم صفحة 211 نهايتها للإحرام واجبات وسنن ومباحات ومحرمات ومطلومهات ومنها 12 بس نمر ما هي واجبات الإحرام ما هي ومنها أن يصون الواجب في الإحرام أن يكون من الميقات وأن يصونه عن المحظورات هذا واجب الإحرام غير موجود عندكم في الهامش الآن السنن إيش منها لبس الإزار سنن الإدهان هذا إذا في الإحرام من سننه أداء ركعتين مباحاته الغسل هذا الإحرام الغسل الماء القراح شد الهميان ذبح الإبل والبقر والغنم محرمات الإحرام الآن اليوم أخذناها رفت فسوق جدال إزالة الشعر حلق المحرم رأسه أو رأس صغيره وتقصيره حلالا لبس المخيط بس بعضها مكروهاته وهي التي لا يترتب عليها على تركها دم أو صدقة بل يدخل النقص في ذلك ترك أي سنة لبس الثوب المبخر وشم الطيب تغطية الأنف أو الذقن هكذا بس أنا أحببت من هذا أذكركم يعني نحن عندنا إحرام الإحرام هذا لا نجد نجدنا فيه فرضا تذكرون كيف يحرم ثم له واجب أن تتجنب المحظورات ثم الآن عندك له سنن إزار الديهان نفس الإحرام ثم له مباحات وذكرناها قبل قليل ثم له محرمات التي مرت معنا قبل قليل وأيضا له إيش مكروهات هذا التفصيل كله ذكره صاحب لباب المناسك هذا يعد عندنا أفضل كتاب في الحج يا رحمة الله السنة دايب لو سمحتم ننتقل ل دكتور صفحة 221 تفضلي أيمان دكتور طيب ممكن تعطينا تارك مثلا العامد أو الناسي المحرمات شو عليه يعني العامد شو عليه من تركه محرما عامدا والناسي ما في فرق عندنا بين العامد والناسي أخت ابتداء لا فرق عندنا بين إيش أختي بين العامد بين العامد والناسي يعني الحكم فيهم إيش سواء لكن هذا يأثم لتعمده بس من جهة الجزاء نفس الشيء هذا كله سيأتينا بس مفصلا متى في الجنيات جميل الآن صفحة 221 معي قال فصل ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا كغيرها من البلاد فإذا دخلها ابتدأ بال مسجد لأن البيت فيه والمقصود زيارة إيش زيارة البيت طيب ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا كغيرها من البلاد فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد يعني نحن عادة عندما ندخل مكة نذهب إلى السكن نضع الملابس والأغراض ثم نذهب إذا يعني لو كنا جماع مع بعضنا البعض فذهب واحد أو اثنين إلى السكن ليضعوا المتاع ثم نحن ذهبنا إلى المسجد يكون أفضل أفضل لأنه تعظيماً لهذا المكان والمكان التي فيه يعني لا نؤخر الذهاب إليه وترى أخوة وأخواتي يعني الانتفاع من كل واحد منا على قدر تعظيمه فلذلك فلذلك عليك أن تكسر من الذكر قبل أن تذهب في الطريق وتتشوق للذهاب لمكة ولرؤيته حتى تنتفع به لأن البيت فيه والمقصود زيارة ويستحب أن يدخل من باب بني شيب اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم إلا أن شوي الأمور أصبح بيت فلان وباب فلان وباب فلان يعني نسأل الله عز وجل أن يعيد الأمر إلى نصابه ويستحب أن يقول عند دخولها لحظة المؤلف رحمة الله عليه يركز معنا في كل مكان يذكر لنا الأدعية وحقيقة الأدعية في الحج هي رأس الأمر أهم شيء حتى يحصل منك التشوق والتعظيم والانتفاع وبالتالي دائماً نريد أن يكون بين أيدينا كتيب فيه هذه الأدعية لأن إذا اعتمدت فقط على نفسك أنت تحفظ دعاء ونصف ثم تمل بين مثل هذه الأدعية تحرك القلب وتساعد فيقول اللهم هذا حرمك ومأمنك قلت وقولك الحق ومن دخله كان آمنا اللهم فحرم لحمي ودمي على النار وقني عذابك يوم تبعث عبادك رأيتم يعني تجد لها وقع في القلب ويدخل المسجد ويدخل المسجد حافياً أدباً طبعاً الآن نحن في داخل المسجد ننزع الحذاء يعني الأمر متيسر إلا أن يستضر هذا قديماً كان لا يجد ضلاط لا يجد كذا حصى فما في ذلك ويقول عند دخوله لا أدعية كله أدعية وهذا مهم جداً بسم الله وعلاملة رسول الله الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلني فيها وأغلق عني معاصيك وجنبني العمل بها فإذا عاين البيت الآن دخل المسجد يكون لا يرى ثم أنت ترى أول ما ترى لاحظ تكبر وتهلل كبر وهلل ويستحب أن يقول الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام اللهم زد بيتك هذا تشريفاً ومهابة وتعظيماً اللهم تقبل توبتي وأقلني عثرتي واغفر لي خطيئتي يا حنان يا منان رأيتم وابتدأ بالحجر الأسود لاحظوا كيف الأدب ابتداء قلنا أول شيء نذهب للبيت ثم بعد أن ذهبنا ندعو نهتم بالدعاء ندخل حافياً إذا رأينا البيت اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً ومهابة انظروا فيذهب إلى الحجر الأسود كما مر معناً مرة الماضية ويبدأ بالطواف استقبل حجر الأسود جعل صدره إليه وكبر هكذا فعل صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ويرفع يديه كالصلة المرأة حذو منكبيها والرجل حذو أذنيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وعد منها استلامة الحجر قال ويقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلماً أو يستلمه وهو أن يلمسه بتفه أو يلمسه شيئاً بيده ثم يقبله أو يحاذي أو يشير إليه إن لم يقدر على إيش قلهم يقدر على الاستلام الله ويقبله إن استطاع هذا هذا قلنا في الاستلام أربع هيئات تذكرون أول شيء التقبيل إن استطاع من غير أن يؤذي مسلماً وهو أن يلمسه بكفه أو يلمسه شيئاً عصى مثلاً ويقبلها أو أو يشير إليه إن لم يقدر على الاستلام الآن ممكن حتى يقبل بشيء يعني أول شيء قلنا هو يقبل ثم بيده ثم بعصى إن لا يقدر يشير إليه بدل الاستلام الذي قلنا ما معنى الإشارة أن يرفع يديه كما قلنا لأن التحرز عن أذى المسلم واجب والتقبيل والاستلام بحكمه سنة والإتيان بالواجب أولى والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وقال صلى الله عليه وسلم لعمر إنك رجل أيدي يعني أي قوي فلا تزاحم الناس على الحجر ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر وروي أنه صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه يعني كان يمسها بعصى معه ويستحب أن يقول عند استلام الحجر الله أكبر الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاوت قال ثم يطوف طواف إيش ثم يطوف طواف القدوم ويسمى ويسمى طواف التحية وهو سنة للآفاق هو نفسه طواف الإفاضة؟ لا هالطواف القدوم أنت ما كنت لازم تسمع الفيديوهات المسجلة أختي عشان ما أضلت تطلع لنا هكذا لازم تسمعيها لأنه المرة الماضية صورنا الحج من أوله إلى آخره يعني فضروري تسمعي ضروري الآن في عندنا ثلاث طوافات انظروا في الأسفل خلنا مر عليها انظروا طواف القدوم طواف إيش حكيها بعدها الزيارة اللي هو الإفاضة بعدها طواف الوداء وفي هذا الطواف التطوع أنك أي وقت تطوف لوجه الله عز وجل لاحظة طواف القدوم سنة للآفاق المفرد بالحج والقارن بخلاف المعتمر والمتمتة والمكة ومن معناه من سكن وقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهله فأنه لا يسن في حقهم طواف القدوم أول وقت أداء حين دخول مكة وآخر وقته وقوف عرف يعني حتى لو دخلتم وطفت مباشرة ممكن أن تطوفهم بعد ما لم تقف فيه عرف رأيتم؟ طيب الآن لا اطباع ولا رمل الاطباع عرفتم في المرة الماضية أن يكشف كتفه الرمل أن يركض ثلاثة أشواط بقوة ولا سعية لأجل هذا الطواف قلنا السعي الأصل بعد طواف الإفادة لكن يستحبوا تقديمه إيش؟ بعد طواف القدوم انتبه هنا قال ولا اطباع ولا رمل ولا سعي لأجل هذا الطواف إنما يفعله في طواف الاطباع والرمل ال ال الطباع والرمل في طواف بعده سعي فإذا قدم السعي بعد طواف القدوم فعلها فهمناها؟ لذلك قال والسعي والرمل إذا أراد المفرد تقديم سعي الحج على وقته الأصلي وهو عقب هذا الزيارة إنما يفعل طواف الاطباع إنما يفعل في طواف الاطباع والرمل والسعي إذا أراد المفرد والقارن تقديم سعي الحج فهمناها؟ لا يفعل في طواف الاطباع بعدها لا يفعل هناك أعطين بالله هاي السعي المت السعي ليست محلها خلاص طواف الزيارة الآن هذا ربن الحج الآن أول وقت طلوع الفجر من يوم النحر ولا آخر له في حق الجواز وهو في يوم النحر والأول أفضل إن النجو فعله في أيام الأخرى يرمل فيه انظروا قال بلا الطباع وبعده سعي طبعا يرمل فيه إذا سعى بعده بس إذا لا يجد سعي بعده ولا يرمل لا إلا إذا فعل الرمل والسعي في طواف القدوم فلا يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده لأن السعي لا يتكرر والرمل أنتبه والرمل تابع لطواف بعده سعي إذا للطباع قلنا أول مرة يفعل آ وهنا ذكر طواف الصدر اللي هو واجب على الآفاقي أول وقت بعد طواف الزيارة وليس فيه رمل ولا اطباع ولا سعي بعده ثم عندك طواف التطوع في أي وقت بس نقرأ شيء قال ثم يطوف طواف القدوم ويسمى طواف التحية وهو سن للآفاقي مرة معنا قال صلى الله عليه وسلم من أتى البيت فليحيه بالطواف ولفظة التحية تنافي إيش الوجب ولا قدوم لأهل مكة فلا يسن في حقهم ويقول عند افتتاحي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أعذني من أهوال يوم القيام خلال نقف فيبدأوا من الحجر الله يرضى عليكم ويبارك فيكم إن شاء الله السلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم